موسيقى حياكم الله في الموجاز الرياضي أكدت مصادر خاصة بالإخبارية عزم الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام القادمة إقامة مؤتمر صحفي وذلك للكشف عن تفاصيل السبر السعودي القادم الذي سوف يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث سيتم إعلان التفاصيل الخاصة بهذا النهائي الكبير ومن جانب آخر وقع تحدي القدم برئاسة عدل عزت عددا من عقود الرعاية منذ انتخابه مطلع ينار الماضي حيث شاملت العقود العديدة من الشركات مما أثار تساؤلات الوسط الرياضي حول مدى فعالية تلك العقود في تطوير ودعم الرياضة السعودية والله جل ما عد صار يخفى على الناس أنه الآن المال هو عصب الرياضة والعمود الفقري لها والوقود اللي سير الفرق بين الرياضة متقدمة ورياضة متأخرة هو حجم الصرف على هذه الرياضة اليوم كنا نتابع البطولات الأوروبية والبطولات المحلية ونشوف الأندية التي عندها مداخيل مالية هي التي تنجح تجهيز الرياضي تجهيز المنتخب تجهيز النادي استقطاب الكفاءات والمدربين واللاعبين كل هذا يحتاج إلى مال ولذلك ما في شك أن هذه العقود الاستثمارية تعتبر خطوة على الطريق الصحيح الأندية يعني راح يكون لها نصيب من هذه العقود هل نعرف أن الأندية تحصل على نصيبها من حقوق النقل التلفزيوني ومن الرعايات الدوري وبالتالي في موارد إضافية راح تحصل عليها الأندية بالذات أن نتكلم الآن عن الرعايات الجديدة أكد قائد منتخبنا الأول ونادي الاتحاد محمد نور إلى أن المباراة المرتقبة والتي ستقام في الحادي عشر من مايو المقبل على استاذ مدينة الملك عبدالله الرياضية ستكون مباراة التحدي الأسطير وليست مواجهة اعتزاله جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم للحديث عن المباراة والتي ستشهد تواجد العديد من اللاعبين العالميين يتقدمهم النجم البرازيلي رونالدينيو مبدئيا حيث أكد نور أن جهازياته الفنية جاءت بعد استشارته لقانونيين كونه موقوف من قبل لجنة المنشطات وحول مباراة اعتزاله أكد أنه سيعتزل بالقميص الاتحادي والتي لم يحدد موعدها بعد المباراة ستكون 11-5 إن شاء الله هو زي ما انت ذكرت في المرة الأولى أنه تحدي الأسطير يعني مو اعتزال هل مباراة تحدي والمباراة ستكون في المرعب الرئيسي إن شاء الله الاعتزال أصلا بيكون بنادل اتحاد يعني بفناء النادل اتحاد إن شاء الله الله بالنسبة للأسماع يعني زملاء اللاعبين الشاركوني يعني في الفترة اللي راحت ومركزين على اللعيبة اللي قاعدة تتمرن يعني وما اللعيبة اللي مبتعدين من زمان ما شون تعرف المباراة يعني ملعب كبير وكذا لازم من الواحد يكون بيتمرن ويكون جاهز والله إن شاء الله هذا شيء أكيد يعني محمد نون لازم اعتزل ولابس فنة الاتحاد وبالنسبة للمدرب والله أنا دحين بين ديمتري ويردونسك يستانف قطار دوري جميل للمحترفية كرة القدم انطلقته مساء غد الخميس في محطة الرابعة والعشرين حيث ينتظر الهلال حسم اللقب رسميا فيما يأمل النصر تعثره يحتضن أستاذ الملك فاد الدولي مساء الخميس مواجهة الدير بالمرتقبة بين الهلال والشباب ويسعى الهلال لخطف النقاط الثلاث لإعلان نفسه بطلا لدوري جميل فيما يسعى الشباب لتحقيق فوز يعوض به نتائجه السلبية في الجولات الماضية ويملك الهلال أفضلية في تاريخ مواجهاته مع الشباب قبل مواجهة الخميس حيث فاز في ثمان مباريات مقابل أربعة للشباب من جانبه ينتظر النصر صاحب المركز الثاني نتيجة لقاء الهلال والتي على ضوئها سيتحدد أمله بالمنافسة على اللقب عندما يلاقي الباطن الساعي للهروب من منطقة الخطر أما صاحب المركز الثالث الاتحاد فيحل ضيفا على الاتفاق في الدمام ويسعى فارس الدهناء للحصول على نتيجة إيجابية فيما يرغب الاتحاد في المحافظة على مركزه الحالي أما الأهلي فيستضيف الفيصل وعينه على النقاط الثلاث والتي ربما تضعه في مركز متقدم بين الأربعة الكبار فيما يبقى اللقاء عاديا للفيصلي الذي ابتعد عن منطقة الخطر وفي لقاء متكافئ يحل القادسي الذي قدم مستويات كبيرة هذا الموسم ضيفا على الرائد الذي حقق فوزا مثيرا خارج أرضه على الشباب في الجولة الأخيرة وفي لقاء أخر يستضيف متذيل الترتيب فريق الوحدة ضيفه الفتح ويسعى الفريقان لكسب النقاط الثلاث ولا يوجد في قاموسهما نتيجة التعادل وفي بريدة يحل الخليج المنتشي بفوز كبير في الجولة الماضية ضيفا على التعاون صاحب المستويات المتذبذبة وسيكون الفوز هام للغاية للخليج الذي يعاني من شبح الهبوط أكد المدير الفني لنادي الشباب سامي الجابر أنه لن يسمح للهلال بالحسم أمامهم وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية اللقاء وأكد الجابر أنه سيدخل اللقاء بحثا عن النقاط الثلاث وأن نتساهل في اللقاء رغم صعوبته ورغبة الهلال في الحسم مؤكدا أن الفريق عنا في هذا الموسم العديد من العوامل التي أبعدته عن المنافسة على المسابقة المحلية يذكر أن المدرب سيزج باللاعب العائد في لقاء الغد بالإضافة إلى كابتن الفريق أحمد عطيف ترجمة نانسي قنقر